اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جداً مع قمة علمية كبيرة وإسم كبير وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه لقاءات القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جداً في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الأساس دكتور عيم العلم في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها قلم فضاهري ده نزل أغضروف ونزل أغضروف يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنه هدفع تمانها غالية 15 سنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إذا إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي أر بي عزي العالم المثير لا في أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني في صهر هاخفه هرجع لطبيعة شو عمري ما كنت أتخيل كده؟ الأستاذ الدكتور أيمن عنب البي أر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات الزحلاء على التلج الاسكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بيكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغد الوقت اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعة بتحصل وساعة تأفيه نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده نما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها هدفع تمانها غالية اللي بلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي الساعة التهور بيخليك توقع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بينهم بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة أن سهلة تتصد فخلي بالك ده هيجوريني للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف إن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والالآب؟ ما هو الألام بتصاحب الالتهابات دائمة إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني أنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش فولت المناسب بتوعب تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفذ طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخفي معاك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك انا بقى لي عشر سنين بلف عند كترة وما أصرتش ومعا حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدأ مع التصليح طبعا حضركة عارف الأكشن بوتينشل وقول أورنان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخشونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها البي اربي هنتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب بطلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فاما الزبت فيذهب جفاءا واما ماينفع الناس فيمكس في الارض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالبي اربي دا كاترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هائلة بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقنا وتحسننا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمد لله واحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الاثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستار وناس رأس ملهم في جسمهم اتعالجوا بالبي اربي جارس بيل ندال النجوم الرياضيين يعني جارس بيل ده نموذج ليه اللي علاج بالبي اربي فيه اصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا واثرها بالبي اربي صحيح زي محارك بتقول برضو الاصابة في اولها الجسم بيبقى لسه مستعد انه تصلح الاصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة قلم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لا طبعا اللي بقاله ستة شهور ده حيشيله غضروف حيخف اللي بقاله خمس سنين ده حيشيله غضروف حيخف 30% مين اشهر اماكن القلم اشهر اماكن القلم هي اماكن المفصلات هي مناطق الحركة ايه اشهر مناطق الحركة عندنا الرقبة زي دي كده ده مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايما أنه عنده العصف الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمرة واحد لأن نص الظهر ده فيه في فقرات صدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلام أسفل الظهر اللي اللي عم بيقوم من نوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات القلم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتكرها إنها الفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بزاد في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة ماسكنا كعب عالي كعب عالي بالزبط وممكن كعب دي يعمل مشاكل جامعة مفصل الصبع الإصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لود عالي جدا الغضروف بيعمل ألم في الساق وليس في الظهر فأي ألم في الظهر ده مش غضروف اتفقنا؟ ده خشونة ممكن يبقى معه خشونة إنما ألم الظهر بس ده خشونة حتى لو فيه غضروف في العشاء على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألم الساق ألم الساق اللي هي ألم عرق الناس لازم أما نرفع رجله ما قدرش رفاه حكتر من عشرين تلاتين درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لا معاه تنميل ويكون الغضروف في الأشعة مقنعة لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجيلي أشعتها نورمل وتبص على رجله وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجله بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش هقدر يوصل لوحده للتشخيص بس أي حد هيقولك عملية لازم تاخد رأي اتنين تلاتة كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البلحة يسبقك يعني طبعا بيسمع البلحة يسبقك ده بينار لا هو مفيش غضروف بيعمل كده إلا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فمفيش القصة دي معظم الناس بتخفي يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية يعني معظم الناس بتخفي الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكر غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بعلاق تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بتحسنوش فالعملية نتائجها مزاي الناس فاكرة إن أنا هخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول العمليات معظم النتائج بتبقى وحشة بتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد إنت دخلته فألام زيادة وفضل طول عمره وتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته فتشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلاف عضلة اللي عامل عملية اه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاء غضروفي ثلاثة واربعة واربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من برا حد عايش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها ملوش أي دليلة دلالة كلينيكية نانسي جنيفكا نانسي باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم حاجة لا تذكر حاجة لا تذكر انما هو يقولك في غضروف انما مش مهم بس فلازم العين يبقى عارف ايه المهم و ايه اللي مش مهم طبعا احنا فقدنا الأولويات ما عندناش فرق الأولويات لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير مبتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا فيه أولويات وانا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي ايه اللي حيفيدك انا هطلعك مع عملية كويس ولا ملوش لازمة اقدر اجنبك قد ايه عملية كم في المية بطرق مختلفة امنة الPRP يمكن احسنهم او هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله انا معالج ناس كتيرة جدا احنا نشوف اشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده ظروف ومحتاج الجراحة وناس تانية كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق بحمد الله تحسنت مع ان انا جراحة يعني انا افضل دايما الجراحة اسهل لي بدلا لما اخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج انما انا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان اذا كان يحتاج الى زكا طبعا في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها زرحة وده العين اللي بيزعل بقى ان هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ ان مالوش مخرج الا العملية لانه دخل بقى في سقوط مشتر الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الاشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني احنا نلحق ما يمكن انقاذه يعني ال بي ار بي هل ال بي ار بي ترى انه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الان كما هو في الثقافة المصرية اه احسن بكتير من ما بدأنا احسن بكتير الحمد لله احكي لي بقى انا عايز احكي اسمع قصص مرضى يعني انا من يمشي كده انت شوقتني لعيبة كورة اه يعني لعيبة كورة يعني انت مبترجعش واحد يمشي او راح واحد بقى يرتاح اه دا 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 واحد يؤدي seulement على اداء عضلي قوي يعني انا جالي وبعدين عند غضروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في ال بي ار بي تحسن اك nombre انا باقوله انت بالنسبة لمن انهم طبيعي عمره لايشتكي ان ما انت يعني بزود نفسه جدا في الحمل ده أشعة تلاقي بكل لا ده أشعة اه تانية مريضة كان عنده ده zer شايف فقرات العنقية إليمين دى كلها منها لكنها دي كلها زواد عظمية عدم ثبات ألم في الرقبة جامد اللي على الشمال نفس القصة ومعها غضروف عالي قوي واحد واثنين السام اللي أخضر ده ده انزله غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده اثنين وخمسين سنة من قسيوط وعنده ام كان مشكلته المشي مبعرفش يمشي خمس دقائق ووعت فالطريق برضو هو خاف من الجراحة فبدأ أنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خفية 70% لمشي كويس جداً كلام ده من سنة ومن ساعتها الغد دلوقتي زي الفل دي حالة نمرة 2 دي سيدة من الفايوم عندها 62 سنة عندها ألام كانت بسبب دي القناة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناة عصبية دايقة العلامة الزهر قناة عصبية واسعة بين الفرق بتهال آه طبعا يعني بالضبط دي ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام في عرق النسف في الساق اليومنا تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% وسبعين وكده دي أرقام من بق العيان عيبقول له دي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ماكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده 4-5 وجاية على هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب البيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودا دي جاي قفل عليه ده عنده عرق النسا قلم شديد جدا ده مريض برضو عنده 55 سنة ومشكلته إنه عنده ألام عرق النسا في الناحة اليمين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات يعني وصلنا النتائج 70-80% الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح كده؟ صحيح وبعدين طبعاً تعرف فيه ناس سابين دلوقتي عاملين بقى ولكن اللازق عارف اللازق عارفها الملونة دي الملونة دي والناس مبسوطة بي يعني الناس ملونة تحت الرياضة آآآ يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي أنا معرفش دورها إيه يعني أنا معتقدش هو هو زي ما قلت حردتها مخدر لأ مفيش حاجة طولت هتخف لوحدها يعني عشان بس إنه بقى واضحين والازق دي مش تفرق مع أخي أول حاج خلص آآ هو بتقلل الألم زي وزي أي حاجة في الدنيا إنها ما بتعليقش المنبع نفسه إحنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الألم المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هيتطلعها تاني إلا تتهاب الحاد حصلة يبدأ يشتغل عليها صلاحة يرجحها زي الأول إذا المطور دار ما بيتفشها لما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة يعني بدون ما نخش في تفاصيل طب ضيئة آآ فالفرق بين ده حاجة اسمها ريجينرتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي أر بي هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايوبانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه؟ ناتشرل من دم العيان آآ من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر آآ درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن آآ شعوب بتعلجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوص طبعتهم البدوية والصحرة دي خليه جسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم بشتغل بصورة حلوة أول اللي عايش في منطقة تلوص عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة لا شامم جو ملوص بيأكل أكل كيماوي في كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها الخلاق الجزعية اللي هي مسؤولة عن التصل إيه؟ هيا فيه سؤال لمخرجنا قال عبد الخارج أستاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي أستاذ هاني عفيفي تعالوا نشوفه هاني هيقوله ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو واغز سككين بتختلف شدته من معتدلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول أن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فأي علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي أر بي لي دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإي خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين كل الناس اللي تشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم الظهر أسفل الظهر هو السؤال ده جميل كل زملاء المزيعين كل المخرجين القناة بيشتكوا والمعدين صحيح بيشتكوا من ألم أسفل الظهر يعني ليه؟ عادتهم هم عادين موظم الواجهة وتكيفات عالية جدا صحيح هو بيسأل على ألم الحد وحادتك بتكلم على ألم المزمنة فأنا هجابوا على السؤال الحد ده ألم الحد ده سيبه حيخف الوحد يعني أنا بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حصل من الأسبوعين جاي أخذ P.A.P بقول له لأ أحد غدا خده رشتها وروح وهتجي لي غالبا كويس وبيجي كويس فالحد ده غالبا وإحنا عايزين نوصله للحد ده دي مرحلة التصليح سيبه حيخف الوحده المزمن بقى هو ما عندهش أمل أنه يخف الوحده للأسب فلازم نرجعه للحد بي الحقن P.A.P ده لو الألم دايقاء يعني إيه معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده تلاف عضلي المريض ده كان تقريبا حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش حبيقول لي حتى المناسبات ما بروحش عاملها لعازها ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة حتة دي حتة دي مزعجة جدا جدا دي عضلة اسمها ترابيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما انت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف تضيعة تضيعة دي برضو بتتحقن الحقن احنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جول مفصل على حسب الأطولة اللي مشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعا احنا بنشغل حاجة اسمها ساعة سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة ليها طبعا الحقن تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو تركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويسي فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخفها ما بايتش عامل عملات تسليق عصب دلوقتي بقال لي كذا السنة بسبب كل الناس بتخف بالحقن من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بالوسني دي قوله وإيه طبعا إن شاء الله فيه أمل بس برضو أنا بقوله عياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه ويه المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة من زي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة من زي الواحد واثنين فكله برضو بالنما دايما فيه أمل إن شاء الله من إذا قدم عليه أي حد يقوله يلا قطت عمليات يلا نعمل عمليات لا لا طبعا ما فيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش طوارق دي يعني مش عين داخل في غيبوبة ولا ورم في المخ لأ لازم التأني لازم أديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة حقوله وبرضو ما فيه شاء الله بكرة دي يعني أي حد يقوله كده يسيبه وامشي يخد رأي تاني وتالت وما فيش أسكوله واحد للأسف مش حاجة رأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس إذا كان الأمر فعلا بي أربي وعلم حديث ينبخي أن تفهموه جيدا العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته تتوبة كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا أنت لوطني وأسعدتني وكان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة لكم العلماء الكبير السيد دكتور أيمن عينب كان ضيفي في الدكتور البي أربي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده وليه؟ خلي بالكم منظهركم وإوعى من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي إوعى منها خطر جدا 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 خلوه دايما بعد الدكتور